السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في فيديو جديد وفكرة جديدة النهاردة هنعمل مع بعض الكفر السبحة دي مدلع السبحة بتاعتنا ونعمل لها كفر جميل كده تمام ببيحتاج شوقت وجميل زريف شكله حلو قوي بيدي شكل جميل احسن من اللي هي فيها فصوص ديت بتنتش في الهدوم وشكلها ما بيبقاش حلو بتتعيبك على فكرة بعد فترة لكن ديت جميلة وسهلة مش بتاخد وقت يبقى مشروع مربح بالنسبالك يلا بينا نبدأ ونشوف هنعمل السبحة دي الكفر بتاع السبحة ازاي طبعا قبل ما نبدأ بنعمل لايك وبنعمل تعليق ونشوف هنعمل ايه يلا بينا اول حاجة هنحتاج بقايا خيوط انت ما بتاخدش حاجة خالص يعني ما بتاخدش خيوط خالص واشتغلت بابرة مقاس ثلاثة من النوع ده ومحتاجين مقاس ومحتاجين متر معانا تمام المتر ده ممكن عندك او مش عندك مش مشكلة لان كل حد فينا اكيد عنده سبحة زي ديت هنبدأ اول حاجة ناخد مقاس السبحة احنا بنعمل كده طبعا لو ما عندي كيش السبحة بتاخدي المقاس بتاعي يعني معروفه انا هقول لكم دلوقتي المقاس الاساسي بتاع اي سبحة لان كلهم هم تقريبا مقاس واحد تمام اهو هي عاملة عشرة ونص سنتي هنعمل عشرة سنتي بس عشان طبعا الكوريشي مع الاستعمال بمط هنبتدي نشتغل عشرة سنتي سلاسل بنعمل عقدة بداية وبنبتدي نعمل مجموعة من السلاسل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة اول لكم حاجة كمان احنا كده كده هنقفل الدايرة فاحنا ممكن نعمل ايه ندخل كده من الخلف في الغرزة دي ونبتدي ناخد الخيط كده ونبتدي نعمل الدايرة بتاعتنا عشان نتطمن ان الدايرة بتاعتنا مزبوطة والخيط ملفش معانا فاحنا هنجي نشتغل بالشكل ده كده عدد من السلاسل هو انتو ليه ما بتعملوش لايك يا جماعة خلاص اهي ده عدد من السلاسل كده انا هنا اهو استى شوية انا عملت خمسة سنتي عشان طبعا شايفين ان هي مقسومة خلاص اهو ممكن كمان بردو لو انت مش بتاخدي بالمقاس هنقيس على هي مقفولة هنقيس على السبحة بتاعتنا بالشكل ده هنشوف المقاس بتاعها مزبوط ولا لا تمام اهو انا كده المقاس عندي زي ما قدتلك انا مش هعملها بالمقاس بالزبط عايزها تبقى مجدودة فهاية شايفين واصلا اللي هو النص سنتي اللي انا كنت سايباه خلاص اهو هتبقى بالشكل ده فانا كده عندي المقاس مزبوط فرتت مني مش مشكلة خلاص اهو المهم هي الطريقة دي بتبقى سهلة عشان اه ما تلوحش معاكي وتديكي شكل مزبوط هعمل غرزة منزلقة بالشكل ده اه عايز اقول لكم انا شغالة الكفر ده بخيط فصغنا قوي وشكله ظريف يعني بس حبيت اشتغلكم المرات بخيط ادخن شوية عشان ينجز معينا في التصوير هبتدي اشتغل كده سلسلة وهدخل هشتغل بقى بنص عمود انا هنا بدي شغالة بغرزة الحشو انت اشتغلي بنص عمود او حشو حسب ما تحبه انا بشتغل بنص عمود عشان ينجز معي عشان الوقت تمام؟ هكمل بقى دايرة كده لغاية ما وصل للاخر وارجع لكم تاني وصلت كده لاخر السطر باجي في اول غرزة هنا وبعمل غرزة منظلقة هرتفع سلسلتين اللي هما اصلا اه مش هنحسبهم من العدد بتاعنا عشان نزبط الشكل تمام؟ هو كان المفروض اخدت الخيط دا معي داريته بالخيط بس انا نسيت يعني ماخدش بعدي فانتي بتاخديه معاك وانتي شغالة بتقيسي قبل ما تطلعي للسطر اللي بعضه عشان ما يبقاش واسع معاك وتلاقي نفسك ايه عملتش حاجة مش مزبوطة تمام؟ طبعا لو شغالة بخيط دا هتعملي حوالي ثلاث أسطر أو أربع أسطر بترتفعي برضو داير ما يدور بنفس الغرز أنا هحتاج سطر تاني أو سطرين هعملهم وهرجع لكم تاني في نفس الطريقة يعني هنعملهم برضو مع بعض اهو هما حاجة انك تتأكدي من مسافة قبل ما تطلعي للسطر اللي بعضه بنشتغل عادي خالص اهو بدخل في نفس الغرزة عشان اعمل غرزة نص عمود وبعد كده هشتغل غرز نص عمود لآخر السطر باشتغل بقى سطرين ثلاثة حسب الخط اللي انت شغالة بيه المهم بتشتغليه قبل المسافة بسطر يعني ممكن احتاج السطر يدون وخلاص على كده تمام؟ عشان فيه سطر بيعني بنعمل فيه تنقيس فانا هشتغل يعني قبل ما وصل للمسافة اللي انا عايزاها بسطر هنا هو انا عاملة دي سطر اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعين انا عاملة سبع أسطر عملت خمس أسطر ووقفت تمام؟ هكمل وارجع لكم تاني كملت عملت سطر واحد بس لاني محتاجتش اكتر من كده هرتفع سلسلتين بعد كده هدخل في نفس المكان واعمل اول نص عمود بعد كده هدخل في الغرزة اللي بعدها واعمل تناقص تناقص نص عمود بعد كده هعمل نص عمود تناقص نص عمود بالشكل ده بالشكل ده يعني غرزة نص عمود وغرزة تناقص بالشكل ده هكمل السطر وارجع لكم تاني كملت كده سطر التناقص هدخل في اول غرزة هنا انا عملتها اللي هي بعد السلسلتين وهعمل غرزة منزلقة وهسحب الخيط بالشكل ده وهسبته طبعا خلاص الجزئية اللي هي ده اللي هي اللي احنا عملنا فيها التناقص بتبقى من تحت طبعا هننشيل الخيط ده كله بندخل كده ونبتدي نلبس الكفر بتاعنا والكفر بتاعنا كده خلص فضل بس نعمله اللي طبعا خط خين انت طبعا يفضل تشتغليه آآ بالخيط اللي هو الرفيع كل ما الخيط كان رفيع وغرزة الحشو كل ما كان شكلها اجمل واحسن شايفين اهي شكلها بقى جميل من هنا اهي مسكرا اهو شايفين شكلها حلو اي خيط عندك متوفر هتقدر يتشتغليه يلا نعمل مع بعض الودن بنفس اللون عايزة تعملي لون تاني حسب ما تحبي سنعمل عقدة بداية هخليها مفتوحة شوية كده عشان هي هخليها هي اخر غرزة عندي وهقول لكم لي دلوقتي ودي ادي تاني غرزة تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة هالفي كده هسيب اول غرزة وكدي غرزة هدخل في تالت غرزة واعمل غرزة نص عمود الغرزة الرابعة هعمل فيها نص عمود الغرزة الخمسة هعمل فيها نص عمود والستة نص عمود عندي الغرزة السبعة اللي هي كانت عقدة البداية هدخل فيها كده واعمل نص عمود اتنين نص عمود اتنين نص عمود تلاتة اربعة خمسة انا عملتها عشان اقدر اشدها كده وتلم معي خلاص عملت كده خمسة نص عمود فاوف اللي هي الغرزة الاخيرة هالفي كده هسيب الغرزة الاخيرة والغرزة اللي بعدها على طول هعمل فيها نص عمود والغرزة اللي بعدها نص عمود وادي اللي بعدها نص عمود واخر غرزة هعمل فيها نص عمود بالشكل ده وهنا كده هعمل غرزة منزلكة وكده الودن الزغنونة بتاعتنا خلصت منزلكة وهشد الخيط اقطعه وهنضف الخيط دي كلها وقادي هنشد طبعا الخيط ده كده هيروح اقفل معي الجزئية اللي فوق دي هعمل واحدة تانية لو انت حابة تخليها في الاخر كده الورا ماشي عايزة تخليها فوق كده حسب ما تحبي انا هعمل واحدة تانية وارجع لكم نعمل مع بعض الفيونكة بتاعتها خلصت كده الودنين اهم شكلهم جميل خلص بتلزقيهم كده او بتخيطيهم حسب ما تحبي تمام بتحطيهم هنا وبردو باللزق او بالخيط بالشمع طبعا بتحطهم بقى في الجنب ده وفي الجنب ده برضو حسب ما تحبي هنجي بعد كده نشتغل الفيونكة بتاعتنا هنعمل دايرة سحرية نرتفع سلسلتين ثلاثة بعدين اعمل عمود 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 تاني بعد كده هرتفع ثلاث سلاسل واحد اتنين ثلاثة وهنزل في الدايرة اعمل غرزة منزلقة هشد الخيط بالشكل ده كده هسيب حت الخيط وغادنا كده هنزل اعمل غرزة منزلقة هشد الخيط بالشكل ده كده هسيب حت الخيط وغادنا كده هون هشد الخيط هشد الخيط ثم تعمدي غرزة تسبيط وبعدين بتلفها بالشكل ده وبعدين بتلفها بالشكل ده وبكده نبقى عملنا الفيونكة بتاعتنا وبرده بنشبكها بالشم هشبكها وارجع لكم تاني خلصت كده اهي بس انا حبت اعملها لكم بغرزة الحشو شكلها جميل وتحسيها يعني مش ضخمة زي كده شايفين دي اللي احنا عملناها مع بعض بغرزة النص عمود بس دايق على قد ما تقدري لان هي شايفين انا حسها تخينة وشكلها مش حلوة قوي يعني فكل ما عملت بغرزة اديئ كل ما تدقي شكل احسن عشاء الخيط خين تمام ودي برده اهي ديت معمولة بغرزة الحشو هنا انا عملت تلاتة اسطر اربعة وهنا عملت سبعة اسطر منهم ستة حشو واحدة اللي هي التناقص وهنا زي ما انتو شفت كنا عملنا سطرين وسطر التناقص حسب انت العرض بتاع اللي استبحى بتاعتك نفسها وكده استبحى بتاعتنا خلصت يارب تكون عجبتكم والشرح يكون واضح نستنية تعليقاتكم قلولي بتتابعوني منين ما تنسوش اللايك وشيروا الفيديو عشان كل يستفاد والقناة تكبر بيكم وليكم كانت معاكم رضا احمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته